اشتركوا في القناة جلالة الملك هاي اليوم لكي نبرز شبابنا لكي نبرز مهم اللي توصلوا له في العام اللي مضى وشنو الانجازات اللي هما سووها لو كنا شفنا ان الشي تطور وصار مناسبة وطنية صار مختلف الجهات يشاركون فيها صارنا نشوف انهم حتى يطلقون مبادراتهم في هاليوم فاحنا كشباب صار اليوم جدا مهم لنا وصار يعطينا حافز ودافع ان احنا نواصل معطياتنا على مدى العام الكبرى يابتنا حتى عن شباب بحراني قل نقول ان احنا محظوظين انا حس ان انا محظوظ يعني هام ان انا محظوظ ان سمو الشيخ ناصر هو داعم لي هام ان انا محظوظ ان سمو الشيخ ناصر هو اللي يمثلني وفو كل ذي انا محظوظ ان سمو الشيخ ناصر يفتح طموحاتي صرنا احنا كشباب بحرانيين ما نطمح ان احنا نكون الافضل على مستوى الدولة ولا مستوى الخليج ولا حتى يعني على مستوى المنطقة صنعنا نطمع نحن نكون الأفضل على مستوى العالم ويعني دائما نشوفها كمصدر الهوم لنا طبعا نحن في الوزارة نحرص أن نحن البرامج والمبادرات اللي نقدمها تواكب احتياجات الشباب واحتياجات الشباب متغيرة بوتيرة سريعة جدا يعني فنحن نراجعها بشكل سنوي ونتأكد أن نحن اللي بنقدمها بيكون ضد منفعة عالية للشباب فيعني نحن ما نركز على جهة معينة بس احنا نحاول ان احنا نخلق بيئة من فتحة عادلة تنافسية من خلالها نقدر احنا نكتشف شباب مبدعين نكتشف كفاءات وطنية يديدة من ثم نسقلها من ثم نبرزها للجميع